مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم ونرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو بعنوان افتراءات الداعية السلفي على التوراة والمسيح وهو يهاجم التوراة ويهاجم شخص المسيح ويدعي ان التوراة التي كانت ايام المسيح كانت توراة محرفة فهل هذه الادعاءات والافتراءات صحيحة؟ ام ان هذا الداعية هو يكذب ويقدم اقتناعاته الشخصية دون دليل ودون برهان هذا ما سنحاول نجيب عليه في حلقة اليوم نرحب بكم وبنرحب بكل مداخلاتكم وتساؤلاتكم وكمان شجعكم على الدخول على صفحة عبر الكتاب على قراءة على اليوتيوب وكمان ان انت برسكرايب وممكن تشغل الجرس عشان يجيلك اشعار بكل ما هو جديد على القناة افتراءات الداعية السلفية على التوراة والمسيح في سؤال وجهة الى الداعية السلفي وهو يحاول ان يجيب عليه فدعونا الاول نسمع السؤال بفمه هو ونشوف ماذا سيجيب على هذا السؤال وكيف سيجيب على هذا السؤال والحواريون وكلهم يهود يتعبدون بالتوراة المحرفة وكلها قصص لا تتوافق مع اسمة الانبياء في الاسلام واذا كان عيسى نبيا لماذا لم يفهمهم خطأ هذه القصص وما فائدة نبوته وهل كلهم كانوا مقتنعين بضلال القصص المحرفة في التوراة ومحدش واخد باله من التحريفات هل من مجيب سؤال بايخ مش لائل وجيابة الا اذا كانت التوراة تم تحريفها بعد المسيح ولا يوجد دليل على ذلك ده ده السؤال اللي وصله انه هل التوراة التي كانت ايام المسيح والمسيح بحسب فكره هو نبي فاذا كانت التوراة محرفة فكيف كان يتعبد المسيح ومن معه سواء زكريا او يحنى المعمدان او حتى التلميذ بالتوراة المحرفة وهل اذا كانت هذه التوراة محرفة كان يتعبد بها المسيح وهو لا يعلم ام ان التوراة حرفت بعد المسيح طبعا فكرة التحريف نفسها انا بسميها بدعة التحريف ليه لان هذه بدعة بدعة اخترعها المسلمون لكي ما يواجه فقط الاختلافات التي ذكرت في القرآن وتختلف عن ما جاء في التوراة وما جاء في الاناجيل فالقرآن الذي جاء بعد 600 سنة يحتوي على اختلافات كثيرة جدا من ناحية اسماء الاشخاص من ناحية الاماكن التاريخية من ناحية الاحداث عن ما ذكر في العهد القديم وعن ما ذكر في العهد الجديد فبدعة التحريف اللي هي بنعتبر بنسميها منطق ابن حزم المغلوط كويس؟ وهو اول من دعا بتحريف التوراة هذه البدعة مبنية على منطق مغلوط هذا المنطق بيقول ايه؟ بيقول اذا اختلف نص كتابي نص في الكتاب المعدس مع نص كرآني يكون الكتاب المقدس قد حرف والنص الكرآني هو الصادق ده دي القاعدة اللي ماشي عليها كل المسلمين اذا وردت قصة في الكتاب المقدس وقصة شبيهة لها مع بعض الاختلافات في الكرآن يكون الكتاب المقدس هو المحرف والقرآن الشاهد الذي لم يكن شاهدا هو الصادق وده طبعا جاي من اقتناع ان الكرآن هو اخر اعلان او اخر رسالة نبوية هذا المنطق طبعا اذا سألنا اسئلة على اي اساس يكون الكتاب المقدس هو الغلطان ويكون القرآن هو الصحيح وما هي الادلة التاريخية وما هي الادلة المنطقية ما عندهوش الاسلام لا يجيب على هذه الاسئلة نهائي يعني مثلا تاخد قصة صلب المسيح اتى بعد المسيح بستمائة سنة لكي ما يطعن في صلب وموت المسيح هل قدم لنا دليلا واحدا على ان المسيح لم يصلب وهو المدعي لم يقدم هو كل اللي قالوه في النص القرآني وما قتلوه وما صلبوه بس طب قدم لي دليل حتى فكرة الشبيه زي ما شفنا في حلقات قبل كده كلها اشياء بسميها يعني مصرحيات هزيلة كوميدية بيقدمها المفسرون المسلمون على مر العصور وشفنا بعض منها في الحلقة الماضية لكن ما هو الدليل هو يخاف ان يقدم دليل لانه عارف انه بيجذب اما النص الكتابي فهو يتحدث عن تفاصيل كثيرة بالعشرات بل بالمئات المتعلقة بصلب المسيح اصححات مطولة اماكن شخصيات ظروف كلمات قالها المسيح رد فعل اليهود كل هذه الامور مذكورة بالتفصيل في الانجيل الاربعة لكن يجي واحد بخط ألم كده ودون ان يقدم اي دليل يلغي حادث تاريخي ده المنطق الاسلامي المغلوط بدعة التحريف وعشان كده هو بتعامل مع النص الكتابي بهذا المنطلق اذا قصة موسى اختلفت عن ما هو مذكور في سفر الخروج يبقى سفر الخروج محرف والذي اتى بعد موسى بالفين سنة تقريبا هو الصح البدوي الذي لا يعرف شيئا لا عن اليهودية ولا عن تاريخ شعب اسرائيل هو الصح اما شهود العيان فهم غلطانين تلميذ المسيح واليهود وكل من كانوا عند الصليب ورأوا بعيونهم موت المسيح ودفنه غلط انما البدوي اللي جاي من الصحراء اللي لا يعرف شيئا حتى الكتابة ما يعرفهاش هو الصح يعني يعني اي واحد عائل ممكن يقبل هذا ونشوف النهاردة انه كلام هذا الداعية هو من هذا المنطلق وبيحاول انه يفسر كل الكلمات اللي تقالت عن ان اليهود لم يحفظوا كلام الله على ان هذا تحريف طيب هل فعلا التوراة التي كانت ايام المسيح محرفة نسمع الفيديو التاني اللي بيأكد لنا بحزم وبي ادلة منطقية ان التوراة كانت محرفة نسمع الفيديو رقم اثنين والحاجة عايز اجاوب عليها هي التوراة كانت محرفة قبل زمن بعثة المسيح عليه السلام ولا تم تحرفها بعد بعثة المسيح عليه السلام عندي انا قولا واحدا انا عايز اعرف هو مين انت عشان تقول قولا واحدا انت يعني هنشوف النهاردة حتى معرفته عن كتاب مؤدس معرفة سطحية جدا يمكن ما اراش العهد القديم باكمله لكن عندي انا قولا واحدا علام زمانك سيادتك تفضل قول عندي انا قولا واحدا كانت محرفة قبل بعثة المسيح عليه السلام وانا باعتقد ان من اهم اسباب بعثة انبياء بني اسرائيل الجدود كان بسبب ان اليهود انحرفوا عن طريق الانبياء والرسل ومن ضمن انحرفهم تحرفهم للكتب المقدسة او فقدانهم للكتب المقدسة وهكذا هو لا يعرف فقدانهم ولا يعرف انه اتحرفت انما واحدة من الاثنين او الاثنين مع بعض كويس وانه بعثة الانبياء كانت علشان اليهود حرفوا كتبهم المقدسة تم الانبياء دول تركوا كتب كثيرة فيما بعد يعني هل اشعياء واحد من الانبياء الرب اقاموا علشان انه التوراكة محرفة لا بعثة الانبياء لم تكن لها علاقة ابدا بحاجة اسمها تحريف لانه التحريف ما كانش موجود عند اليهود لكن كانت متعلقة باطاعة صوت الله بتنفيذ الوصايا بالعيش بحسب النموس وعشان كده كل الانبياء الذين اقتوا بعد موسى بنوا دعوتهم على النموس على وصايا الله التي اعطيت لموسى والبركة واللعنة في حياة شعب الله متعلقة بالطاعة او بالعصيان للنموس وبعدين هو علشان يعني هنشوف انه قد ايه التوراة ان الرب يسوع اعتمد في حياته على العهد القديم ونظرة الرب يسوع للعهد القديم نظرة سامية جدا لكن هو علشان يطعن حتى في الاناجيل وما يستخدمهاش علشان يفهم منها المسيح ازاي كان بينظر ليه العهد القديم يقولك حتى الاناجيل هي اناجيل محرفة فلا يمكن ان نعتمد عليها يعني احنا العهد القديم ما نعتمدش عليه والاناجيل ما نعتمدش عليه وما تعتمد عليه تعتمد على الكرآن الذي يعني استهان بعقل الانسان وبفهمه ولم يقدم دليل على صدقه هنشوف الفيديو التالت وبعدين هتكلم عن نظرة المسيح للعهد القديم والتوراة ناخد فيديو الرقم 3 المقصود من هذه الايات ان الله عز وجل علم المسيح عليه السلام التوراة والانجيل وبالتالي هو مش محتاج يرجع الى مصدر معين كان موجود ما بين ايدين يهود والنصارى علشان يتعلم منه التوراة الله عز وجل علمه التوراة بمعنى ان الله عز وجل علم المسيح عليه السلام ايه هي التعليم والعبادات والشرائع والاحكام والمعاملات الصحيحة الا الله عز وجل كان انزلها على موسى عليه السلام في التوراة ربنا علمها مرة تانية للمسيح عليه السلام اي كلام فاي كلام يرجع للتوراة علشان يعرف ايه فيها هو عارف ايه اللي كان موجود في التوراة الحقيقية أي كلام فأي كلام هو مين هيمشي وراك قول قول زي ما أنت عايز تقول المسيح لم يرجع للطورة التي كانت موجودة لأنها كانت محرفة هو مش محتاج أساسا يرجع للطورة الله علمه الطورات الحقيقية هو ده عايز بيعمل ايه هنا هو بيطعن في كل الاقتباسات اللي الرب يسوع اقتباسها من العهد الأديم ومسكورة في الاناجيل الاربعة وبيطعن في الاناجيل الاربعة لأنها بتقدم صورة كيف أن يسوع المسيح كان ينظر إلى العهد الأديم كميز؟ وانا عندي سؤال هو انت بتقول أعلمه الكتاب والحكمة والطورات والانجيل يعني انت عندك هنا أربع اي دينتيتي أو أربع أشياء التورات والانجيل وماذا عن الكتاب والحكمة؟ طبعا تفسير الإسلامية كثيرة جدا علشان تهرب من نقطة هل يوجد حاجة اسمها الكتاب وهل يوجد كان حاجة اسمها الحكمة متساوية للتورات ومتساوية للانجيل لكن لأنه واحد بدأ وما يعرفش حاجة أي كلام في أي كلام خلينا نشوف نظرة المسيح لأصفار العهد القديم كيف كان ينظر الرب يسوع لأصفار العهد القديم؟ كويس؟ أول حاجة المسيح يشهد عن تاريخية أحداث وأشخاص العهد الأديم في حياة الرب يسوع شهد كثيرا عن شخصيات كثيرة في العهد الأديم وعن أحداث كثيرة اقتباسها في كلامه وفي حواراته عن شخصيات العهد القديم أنا حطت لحضراتكم لستة رب يسوع تكلم عن قايين في تكوين أربعة تكلم عنه في الأحداشر كويس؟ تكلم أيضا عن نوح قايين نوح إبراهيم وتشريع الختان كويس؟ تكلم عن قايين في لوقى أحداشر تكلم عن نوح في متى 24 ولوقى 17 تكلم عن إبراهيم اللي مذكور في تكوين 18 في يوحنى 8 عدد ستة وخمسين تكلم أيضا عن تشريع الختان اللي مذكور في تكوين 17 تكلم عنه في يوحنى 7 وعدد 22 تكلم عن رب يسوع عن حادثة سدوم وعمورة تكوين 19 اللي مذكور أيضا في متة عشرة ولقى عشرة اتكلم عن لوت تكوين تسعتاشر اللي مذكور في لقى سبعتاشر اتكلم عن إصحاق ويعقوب اللي مذكور في تكوين خمسة وعشرين إلى تكوين تسعة واربعين وذكر في متة تمانية وفي لقى اربعتاشر اتكلم عن المن الذي نزل من السماء اللي مذكور في خروج ستاشر اتكلم عنه في يحنى ستة اتكلم عن الحية النحاسية اللي مذكور في سفر العدد أصحاح واحد وعشرين اتكلم عنها في يحنى ثلاثة اتكلم عن داود وخبز التقدمة اللي مذكور في سمويل الأول 21 ومذكور في متى 12 ولقاء 6 اتكلم عن داود كاتب المزامير اتكلم عن الملك سليمان اتكلم عن إليا النبي اتكلم عن أليشع ونعمان السورياني في لقاء 4 اتكلم أيضا عن يونان النبي اتكلم عن زكريا اتكلم عن توبة رجال ننوة اتكلم عن زيارة ملكة سبا لسليمان اتكلم عن شخصيات كثيرة واحداث كثيرة من اين استقل المسيح كل هذه الشخصيات وكل هذه الاحداث من العهد القديم وهو قال كده الى ان تزول السماوة والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من المكتوب فرب يسوع كان ينزل للعهد القديم على انه كلمة الله وكان ايضا ينزل للعهد القديم على انه الكتاب الذي يتحدث عنه ويشير الى مجيئه وان اعلانات الله بدأت منذ القديم واستمرت الى ان اكتملت في شخص المسيح يسوع دي دي نظرة المسيح للعهد القديم شوف كمان حاجة تاني شهادة الرب يسوع عن قانونية اصفار العهد القديم قانونية اصفار لكن قبل ما نشوف الجزء دوا خلونا ناخد فيديو رقم اربعة وهوريكو المغلطة بتاعته ناخد فيديو رقم اربعة ففكرة هل التوراة حرفت قبل المسيح ولا بعد المسيح قطعا ولا شك من بعد وفاة موسى عليه السلام وبيحصل تحريفات ومشاكل كثيرة جدا في الكتب المقدسة حتى ان اليهود والنصرى والمسلمين عندهم نفس قصة التابوت التابوت العهد المفروض اللي كان فيه التوراة وبعدين التابوت ده ضاع ورجع مرة تانية في زمن داود وبعدين ضاع تاني في السبيل البابلي وهكذا فيبقى بالتالي فيه اخبار تاريخية كثيرة جدا بتأكد لنا ان الكتب المقدسة اليهودية ضاعت واتحرفت وحصل فيها مشاكل كثيرة من بعد وفاة موسى عليه السلام يعني بصراحة اقنع تاني بيقولك انه وإحنا عارفين انه التابوت اللي كانت فيه التوراة اولا التوراة ما كانتش في التابوت وعايزك ترجع كده وتقرأ في العهد القديم ما الذي كان في التابوت كانت لوحي الشريعة اللي هي مكتوب عليها الوصايا العشر اللي هي كانت مفروضة انها تبقى اللي بنقوشها بيد الرب لكن لما موسى رأى الشعب وكسرهم عمل زيهم فهم لوحي الشريعة اما كتاب التوراة اللي هو بنطلق عليه كتاب الشهادة اللي هي الاقوال الرب قالها لموسى وقاله اكتبها يا موسى اللي هي متعلقة بالنموس ومتعلقة بوصايا الله اللي بتحتوي على 613 وصية بيشملهم نموس موسى فهذه نقرأ عنها في سفر التسنية عشان اقول لكم هو ما بيعرفش حاجة عن كتاب مؤدس هو مجرد بس حاجات حفظها وبيرددها لكنه فعليا ما بيعرفش حاجة عن كتاب وهوريكو كمان غلطة تانية مصيبة اخرى وقع فيها كان المفروض انه لو عارف العهد القديم وعارف كتاب مؤدس كان يجاو على هنيجي لها في وقتها لكن بصوا هنا لما الرب كلم موسى يقول في سفر التسنية واصحاح 31 وفي الاعداد من 24 يقوليه فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب الى تمامها امر موسى اللاويين حاملي تبوت عهد الرب وخذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تبوت عهد الرب يبقى تحط فين الكتاب التوراة تحط بجانب تبوت عهد الرب تحط في قدس الاقداس ما كانش محتوط جوا التبوت كتاب التوراة كان محتوط جوا قدس الاقداس لكنه مش جوا التبوت جوا التبوت يا استاذ كان فيه ثلاث حاجات كان فيه الوصايا العشر لوحية الشريعة وكان فيه جزء من المن وكان فيه عصى هارون التي أفراخت لكن ما كانش فيه كتاب التوراة وعشان كده كان أي ملك بيجلس كان ياخد كتاب التوراة ده وينسخ منه نسخة بحسب سفر التسنية وأصحح 17 من ضمن الوصايا اللي قالها الرب لما يكون فيه ملك وصار سفر التوراة موجود سواء في خيمة الاجتماع أو في الهيكل وإلى حتى أيام يوشية لما قعدوا يرمموا الهيكل وجدوا سفر الشريعة طبعا لم يكن لم يكن في ذلك الزمان اتباعة ولا عملية أن كل واحد يستطيع أن يمتلك نسخة من التوراة زي النهاردة عندنا كلنا نسخة من الكتاب مؤدس ونسختين وتلاتة وأربعة لكن كان هناك نسخ وكان هناك متخصصين في نقل هذه النسخ وكان شعب الرب من أكتر الشعوب حفاظا على المكتوب علم العالم شعب إسرائيل علم العالم كيف يتعامل مع النصوص المقدسة لكن مش تيجي ترمي معلومات وخلاص كده وكأن السامع يعني كله عندك واحد صحح معلوماتك ده فيه غلطة تانية هذكرها في فيديو جاي لكن وهوريكو دي هو يجهل الكتاب مقدس يجهل الكتاب مقدس لكن نرجع إلى نقطة مهمة شهادة الرب يسوع عن قانونية أصفار الكتاب مقدس قانونية أصفار الكتاب المقدس شوف رب يسوع شهد أكثر من مرة عن قانونية أصفار الكتاب المقدس بمعنى إيه؟ بمعنى أن الكتاب العهد الأديم كانت قانونيته قد كملت أيام المسيح وكان معروف بأجزاءه الثلاثة والرب يسوع أشار مرة إلى جزء ومرة إلى جزئين ومرات إلى الثلاث أقسام اللي بتكون منهم الكتاب العهد الأديم كويس؟ هنا بنقرأ إيه؟ بنقرأ في الجزء دوا في لوقة 24 لما الرب يسوع ظهر للتلمزة العمواس يقول كده أيها الغلمان الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب رب يسوع بدأ يفصل لتلمزة العمواس ابتداء من موسى كل الأمور المختصة به مختصة بموته وألامه وبعدين يقول إيه؟ يقول لهم في الجزء الثاني أنه هنا أو من أول هنا أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في نموس موسى والأنبياء والمزامير هلو أنت سمعني؟ المسيح ذكر التلات أقسام الأساسيين اللي مكون منهم كل العهد الأديم اللي بين إيدينا النهاردة وإيه هم التلات أقسام؟ نموس موسى والذي يشير إلى الأصفار الخمسة الأولى من التكوين إلى سفر التسنية ده التوراة اللي يطلق عليها أوقات التوراة ويطلق عليها أيضا نموس موسى والأنبياء ماذا عن أنبياء؟ ده القسم الثاني الذي يتكون منه الكتاب المقدس في العهد الأديم واللي بيضم أنبياء متقدمين ابتداء من يشوع وانتهاء إلى الملوك الثاني كويس ويضم أيضا أنبياء متأخرين زي الأنبياء الكبار والأنبياء الاثنى عشر ده قسم الأنبياء للمسيح ذكر هذه الأقسام لأن هذه الأقسام هي الكتاب المقدس عند اليهود وبعدين ذكر المزامير المزامير الذي يمثل الكتبين أو مجموعة الكتب اللي أول سفر فيها هو سفر المزامير وأكبر سفر فيها هو سفر المزامير أوقات يشار إليها للكتب وأوقات يشار إليها بالمزامير فالرب يسوع تكلم عن الثلاث أقسام اللي بيتكون منهم التوراة والأنبياء والكتب اللي هي بنسميها التناخ اللي هي بتتكون من الترى نفييم كتبيم تحتاج أن أنت تراجع معلوماتك عن قانونية الأصفار أيام الرب يسوع كمان خلينا هاجي للجزء ده فيما بعد لكن خليني أخذ فيديو رقم خمسة أنا عايز أقول نقطة هامة جدا ما ينفعش نقع في الاستدلال الدائري لما نحاول نعرف معلومات تاريخية حقيقية عن بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل يتعاملوا مع بني إسرائيل إزاي وهكذا يعني إيه الكلام ده يعني قطعا ولا شك الأصفار المقدسة اللي ما بين إدينا دلوقتي سواء كانت أصفار اليهود اللي بتتكلم عن تاريخ اليهود مع أنبياءهم أو أصفار النصارى اللي هم أصلا في الأصل يبقى بالتالي المراجع دي أصلا اللي احنا من اعتبرها تاريخية فيها مشاكل كبيرة جدا في موضوع المصداقية والموثوقية يبقى ما ينفعش نتخذها حكم علشان نعرف هو المسيح عمل ايه مع بني إسرائيل لما الله عز وجل بعثه إلى بني إسرائيل عارفين هو رايح فين؟ هو رايح لحتة مصيبة لا رايح لمصيبة كبيرة ويس؟ هو هيرفض التوراة وهيرفض الأنجيل وما ينفعش ياخد التوراة كحكم يعرف منها التاريخ وما ينفعش ياخد الأنجيل كحكم يعرف منه التاريخ وما رايح فين؟ رايح للبدوي رايح للسحرة رايح للشاهد الذي لم يكن شاهدا على أي شيء رايح للحكم النهائي في هذه الأمور بالنسبة له وهو إيه؟ وهو النص القرآني وهو النص القرآني ليه بيعمل كده؟ لأنه زي ما قلت البدعة اللي بني عليها نظرية التحريف في الإسلام هي إنه إذا وجد نص كتابي ومعه نص قرآني لكن النصين دول بينهما اختلافات يكون النص القرآني هو صحيح والنص الكتابي هو المحرف That's it زي ما هي كده عجبك عجبك مش عجبك زي ما هم بيقولوا يعني اخبط رأسك طب يا عم يقدملي دليل لا ما فيش دليل ولما يغلط ما بين حتى حتى مريم أخت موسى ولا مريم أخت مريم بنت هارون ومريم العزراء المطوبة ويغلط هنا وهنا هو النص القرآني واحد حتى لم يغلط في تفاصيل أحداث تاريخية حصلت في العهد الأديم مذكورة في العهد الأديم بالتفصيل لكن مذكورة في القرآن كده مجرد لخبطة معلومات لا يبقى لخبطة المعلومات هي الصح والنص الكتابي هو الغلط لما يتكلم عن شخص المسيح ويقول حاجات غلطة عن شخص المسيح والأنجيل تقدم عن شخص المسيح بتفاصيل كثيرة لا لا الأنجيل هي الغلط والنص القرآني هو الصح ده كل اللي بيعمله لكن أنا حابب أوريكم جهله وأنا النقطة ده عايز أركز عليه جهله بالمكتوب هو فعلا يجهل المكتوب وأعتقد اللي هقوله ده وعنا يعتبر ضربة قاضية لمعلوماته عن الكتاب معدس تجعلنا أي معلومة يقولها عن الكتاب معدس تجعلنا أن نشك فيها إيه هي يا بقى نطلع الفيديو رقم ستة اسمعوا لأنه هذا الفيديو يحمل مصيبة فيه وغلطة شنيعة بتذكر نقطة في غاية الأهمية المسيح عليه السلام اتكلم عن مسألة في غاية الأهمية وقال يا أرشاليم يا أرشاليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين واعد يتكلم عن الأنبياء اللي انتو ذبحتموهم من أول مش عارف مين اللي مش عارف فين اللي انتو ذبحتوه ما بين المذبح والهيكل فيه تفاصيل كثيرة جدا نتكلم عنها المسيح عليه السلام متعلقة بقتل الأنبياء والمرسلين لما بنيجي ندور عليها في كتب اليهود ما بنلاقيش أي حاجة النص ده هنجيله بس هاخد مدخلة ولأنه الفيديو ده مهم هنعيده مرة تاني بس الأول ناخد المدخلة ونرجع نتكلم عن النقطة دي الأخ نبيل من أمريكا ألو نشكرك نشكرك كتير على الجميلة دي فعلا الأخ ده أثبت أنه أجح المدخلة لأنه لا يعرف حاجة عن النجيل ولا يعرف حاجة عن الأوراق وفي نفس الوقت ياريت هو نفس يرجع للقرقان بتاعه اللي تحرق كذا كذا تسخ منه وكذا ربي من عثمان والحاجات دي كلها عرقوها وبعدين بعد ده كله كان كله من غير نقط ومن غير تحريف والحاجات دي كلها زي ما الانجيل بيقول لنا قبل ما تشيل القذى من عين الشي الخشب اللي في عينك يعني دات يعني عليه سريع لكن ما يعني الحاجات الكميلة اللي انت بتولي يعني نشكرك عليك أشكرك أخويا نبيل وشكرا على مدخلتك ربنا يبركك ويستخدمك طيب هو هو فعلا يعني هو حتى ما قراش يمكن كتاب مخطوطات الكرآن وانا عايز أقول له على الكتاب ده كتاب ده موجود قدامي هنا كيسي طلعه وكده عشان الحاجات مدقاشي عشان بس هو يقرأ ويفهم منه عن النص اللي بين ايده اسمه مخطوطات الكرآن كتاب الوحيد باللغة العربية على فكرة الكتاب ده من انتاق قناة الحياة واخونا للكاتب محمد المسيح يريدت يعرف اول عن ازاي وصلوا النص القرآني عشان يقدر يفهم وبعدين يعمل مقارنة ما بينه وما بين الكتاب المقدس لكن انا عايز اوريكم عايز ارجع للنص ده تاني للفيديو ده تاني معلش لان الفيديو ده مهم لانه لانه بيثبت هاز بيطلقوا من خلاله وجهله بالكتاب المقدس وبالنص الكتابي وبأحداث الكتاب المقدس واريكم ازاي ومعلومات وهي مجرد يعني بيجيبها من هنا وهنا ويحط ويعمل فيديوهات من غير ما حتى يدقق في المعلومة اللي بيقولها نسمع الفيديو ده تاني ونرجع نعلق عليه بتذكر نقطة في غاية الأهمية المسيح عليه السلام اتكلم عن مسألة في غاية الأهمية وقال يا أرشاليم يا أرشاليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين واعد يتكلم عن الأنبياء اللي انتو ذبحتموهم من أول مش عارف مين اللي مش عارف فين اللي انتو ذبحتوه ما بين المذبح والهيكل فيه تفاصيل كثيرة جدا نتكلم عنها المسيح عليه السلام متعلق بقتل الأنبياء والمرسلين لما بنيجي ندور عليها في كتب اليهود ما بنلاقيش أي حاجة أوكي أنا هرقلكم نص ودي طبعا من الأصحاح اللي بيشمل الويلات اللي قالها الرب يسوع ضد الكتبة والفريسين في أصحاح 23 من إنجيل متى والآية 35 يقول لهم كده خليني أقرأ من 34 معلش النص ممكن مش موجود قدامنا دلوقتي لكن خلوني أقرأ لحضراتكم لذلك هأنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجمعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمسبح هو بيقول لك المسيح قال النص ده طيب إحنا بقى لما بندور في العهد القديم ما بنلاقيش مين زكريا ابن براخيا وإيه الأحداث دي مفيش أنت متأكد؟ أنت متأكد من الكلام ده؟ وأنت تجهل ودي زي أقول يعني ضربة قضية لمصداقية هذا الداعية السلفي إيه ضربة القضية؟ نشوف النص ده قدامنا كويس؟ المسيح تكلم عن هابيل واتكلم عن زكريا ابن براخيا ومن دم هابيل إلى دم زكريا ابن براخيا يعني كل العهد القديم هابيل ذكرى فأني أصحح في الكتاب المؤدس ذكرى في سفر تكوين أصحح 4 وزكريا ابن براخيا ذكرى في سفر أخبار الأيام الثاني أصحح 24 وعدد 21 ولما المسيح يقول من دم هابيل إلى دم زكريا معروف أنه أول سفر في العهد القديم بحسب الترتيب الأصفار العبري أول سفر في العهد القديم هو سفر التكوين وآخر سفر في الكتاب المؤدس في العهد القديم العبري هو سفر أخبار الأيام الثاني وهنا ربط المسيح بين أصفار الكتاب المؤدس كلها بين سفر التكوين وسفر أخبار يعني في كل تاريخ الأمة اليهودية اللي بقى مذكور عن هذا الأخ نرجع لكلام المسيح أخبار أخبار الأيام الثاني يا مولانا يلي بتدور ومش عارف يلي بتقول إحنا ما عندناش هذا الحدث وكأنك بتطعن في مصداقية المسيح وكأنك بتطعن في مصداقية ما قاله وما نطق به وأنت نفسك الجاهل بما ذكر في الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الثاني يا مولانا لا ما عندناش مولا يعني الحمد لله نشكر ربنا أنت لست مولانا لكن كما يدعوك البعض يقول كده في سفر أخبار الأيام الثاني وفي أصحاح 24 وفي عدد 20 لكي ما أثبت كذبك وافتراءك وجهلك بالمكتوب وهنا يقول في عدد 20 ولبس روح الله زكريا بأنه يدعي الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون لأنكم تركتم الرب قد ترككم ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب في باب في باب في دار بيت الرب زكريا ابن براخيا أو هنا هو نفسه زكريا ابن هيا داع هو الذي فتنوا عليه عندما قال لماذا تركتم الرب لأنكم تركتم الرب الرب يتركون ففتنوا عليه ورجموه في دار بيت الرب بين المسبح والهيكل عرفت يا مولانا فهمت عرفت أن معلوماتك غلط وطعنك في الكتاب المعدس غلط وأنه كل ما تعرفه بهذا الشكل طيب ناخد الأخت أم عماد من أمريكا ألو ألو أيوة أهلا وسهلا بحضرتك إزاي حضرتك كل سنة كل سنة وانت طيبة أخري سوى نستي أمين المسيح قام حقا قام لو سمحت أنا كنت عايزة بس أقول للدعية ده المسلم ده هو ليه ما بيتكلمناش عن عقدته هو لأنه ما عندوش حاجة هو ما عندوش حاجة يقولها غير الإرهاب والدم الجنس والدم يعني ياريته يخلمنا يعني ياريته يدينا أي معلومات عن عقدته هو يعني مال ومال عقدتنا أحنا معلش هنعمل إيه ما هو هو نصب نفسه أستاذ مقارنة أديان مقارنة الأديان ما يحط كلستة بقى ده كذا وده كذا ده كذا وده كذا لك أنا ما عنديش مشكلة أنه هو يعني يطعن في المسيحية وما عنديش مشكلة أنه هو يهاجم المسيحية مشكلة الكبيرة هي المصداقية مصداقية ما يقول لأنه ده اللي بيثبت لنا إذا كان هذا الشخص فاهم أو مش فاهم يعني لما يقوي يجي يقول لي مثلا أنه أين هذا عندما نبحث عنها في العهد الأديم لا نجد ذكر لهذا ومنصوص عليها يعني هو لو عنده كتاب مؤدس بشواهد بشواهد كان كتاب له تحت الشاهد ده انظر أخبار الأيام التاني أصحاح 24 لكن هو هو بتكلم من دماغه هو عنده فكر عايز يثبتها أنه التوراة محرفة وإحنا هنا لكي ما نثبت أن ما يقوله خطأ ولا يسله مصداقية وهو لا يعرف شيئا عن التوراة والتوراة لم توضع في تبوت العهد التوراة وضعت بجانب تبوت العهد وأنه زكريا بن براخيا مذكور عنه يا زكريا بن ياهويا كيم ياهويا داع سوري فالأمور دي هو بالنسبة للمسلمين واو الله أكبر كمان يا شيخ إنما بالنسبة لأي واحد دارس اللي بيقوله الرجل ده كذب وافتراء فربنا يفتحين أنا فعلا كالنفسي يقول لنا حاجة عن عقدته هو يعني دا داعية ما إحنا لو هو كلم عن عقدته مين هيسمع هيبقى عنده هيبقى عنده كم مشاهد إنما هو لما يطعن في المسيحية هيبقى عنده مشاهدين كثيرين يعني لا بس إحنا مشهفية للدرجات يعني ما عليش هنعمل إيه مفروض برضو ربنا يعينك ربنا يخليك شكرا لك وكل سنة ونطيبة نحاديتك طيبة خسوسة نستي نجل جزء آخر في يثبت لنا أنه زي رب يسوع كان ينزل للعهد القديم العهد القديم في حوارات ونقاشة المسيح في كل حوارات الرب يسوع مع اليهود ومع غير مع الكتبة ومع الفريسين ومع تلميزه كان رب يسوع بيقتبس وبيرجع للعهد القديم وبيرجع للعهد القديم هو طبعا يعني هيتعن هيتعن حتى في أي حاجة لكن خلينا نشوف الجزء ده ونكمل مع بعض لما جاء الشاب الغني ليسأل الرب يسوع عن الحياة الأبدية من أين أجابه الرب يسوع أجابه من المكتوب أجابه بما هو مكتوب ماذا أعمل لكي أرث الحياة الأبدية ما هي إجابة المسيح لهذا السؤال قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك أليس هذا هو العهد الأديم أليس هذه هي اللي بنسميها جريد شماع أو اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ألم يعود الرب يسوع لسفر التسنية هو يعلم سفر التسنية ويعلم ما هو مكتوب فيه رجع لي من فين الرب يسوع رجع للعهد الأديم حاجة تانية في تجربته على الجبل كلنا عارفين دي ما هي الإجابات الثلاث التي قدمها الرب يسوع أمام كل تجربة من التجربة الثلاث ألم تكن إجابات المسيح هي اقتباسات مباشرة من العهد الأديم يعني ألم يقل الرب يسوع مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فما الله أليس هذا هو المكتوب في سفر التسنية أصحاح 8 لما رد عليه في التجربة الثانية قاله مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك أليس هو ما مكتوب في سفر التسنية أصحاح 6 وعدد 16 ألم يجيب الرب يسوع أيضا بالمكتوب مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد في سفر التسنية أصحاح 6 وعدد 13 كانت إجابات الرب يسوع على الشيطان في الثلاث تجارب هي نصوص كتابية من العهد الأديم المسيح ومصدقية نبوات العهد القديم نظر الرب يسوع لنبوات العهد القديم ورأى أنها كلها نبوات صادقة نشوف نشوف كده رب يسوع كيف كان ينظر لنبوات العهد في مات لوة 18 مثلا يقوليه وأخذ الـ 12 وقال لهم نحن صعدون إلى أرشليم وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء هيتم كل ما هو مكتوب رب يسوع كان يقدر أقوى للأنبياء ويعلم أنها إعلان الله ويعلم أنها هي كلام الله مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان أنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويتفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم طيب أخذ مدخلة الأخت فريال وأرجع لحضراتكم من إنجلترا ألو ألو أخت فريال نعم سامعك تفضلي أهلا وسلام بك أخ أشرف سلام ونعمة المسيح معك سلام ونعمة الله يخليك أخ أشرف دائما الكذاب اللي متعود على الكذب يكذب الكذبة ويصدق الكذبة يعني هم متعودين على الكذب والتقية فمثل ما حضرتك تفضلت مثل ما شبه لهم ونحن لسه ما نعرف منه الشبيه اللي مات على الصليب بدال المسيح له كل المجد أيضا بالنسبة إلى الكتاب المحرف فأنا أريد دليل أسأل هذا أبو العريف وغيره أسأله هاي الأسئلة وإذا كانوا صادقين يجابون فقط على جواب على سؤال واحد من هذه الأسئلة متى وين الآيات اللي تحددت اللي حرفت بعدين وين الأصل قبل التحريف أي زمان تحرف الكتاب المخدس وكيف تحرف والغرض من التحريف ومنه اللي قاموا قام بالتحريف وكيف اتفقوا على التحريف وكيف لم يفطن لم يعلم أو ينتبه لحد الآن من الأجيال طول هذه الأجيال على التحريف يا أبو الأريف يا جاهل يا أمي مع كل احترام شخصك لكن فعلا أنت جاهل إذا رب المش الله الظهر بالجسد يسر المسيح له كل المش فتح سفر إشعية وقرأ من سفر إشعية بثمه الطهر فلو كان محرف هل كان يقرأ هل ما يعرف الرب يسوع اللي هو الله الظهر بالجسد أنه التوراة محرفة لكن أنتم أتكم الناسخ والمنسوخ وأخطاء فضيعة فضيعة في القرآن أتكم تريدون تعملون إسقاط على الكتاب المقدس الكتاب المقدس هو كل الكتاب اللي هو موحى به من الله تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس أنت فهمني القرآن منه كتبه فالرب يرحمكم وشيلوا هاي القشور من عيونكم قبل فوات الأوان باسم الرب يسوع المسيح أصلي من أجلك أشكر أخي أشكر كان بيوبخ فيها الكتبة والفريسيين بالله في إنجيل متى الأسحار الخمستاشر ماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يخسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا فأجاب وقال لهم رد المسيح هم اليهود بيقولوله أنت وتلاميذك أو تلاميذك يعني ما بيلتزموش تقليد الشيوخ كويس فرح المسيح جاوب عليهم وقال لهم إيه وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم يعني هو بيثبت عليهم أن هم غير ملتزمين بالوصاة الإلهية وبينحرفوا عنها وملتزمين بهذا التقليد تقليد الشيوخ فبعدين بيقول فإن الله أوسى قائلا أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أم فليمت موتا وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي مش عارف مين فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصية الناس يعني إيه الكلام ده يعني هم بيعبدوا ربنا من خلال تعليم هي وصية الناس وتركوا الوصية الإلهية أوكي هو بيقول أنه الرب يسوع بيوبخهم وطبعا كان لازم يفسر يعني إيه تقليد الناس ويعني إيه الوصية الإلهية يا أيها الداعية تقليد الناس هي تعليم المفسرين اليهود يعني خلينا أشرحها لك لما الكتاب يقول في الوصية الكتابية أذكر يوم السبت اللي تقدسه كويس تيجي بقى تقليد الشيوخ أنه كيف نقدس يوم السبت كم خطوة إذا خطناها يبقى يعتبر كسر السبت غلط إيه اللي نرفعه يوم السبت ويعتبر عمل وإيه اللي ما نرفعهوش ويعتبر مش عمل ماذا نعمل ماذا نأكل كيف نفعل كيف كل هذه الأمور كويس دي كلها تفاسير دي كلها تقليد الناس تقليد الشيوخ أما الوصية فهي واضحة أذكر يوم السبت اللي تقدسه لما تأتي لهؤلاء الذين يعني فساروا اكرم أباك وأمك قالك علشان هما شوية طمعين قالك لو أنت بدل ما الفلوس اللي تديها لأبوك وأمك لو أنت تعهدت بيها لرب كأنك ديتها لأبوك وأمك فالرب يسوع بيقول لهم أنتو كده بتكساروا الوصية الإلهية لأن الوصية الإلهية بتقول اكرم أباك وأمك الفلوس اللي أنت بتقدمها لرب ليست يعني ليست هي بديل إكرام الأب والأم ده الفرق هما لم يحرفوا الوصية هما حرفوا تفسير الوصية لكن الوصية موجودة طيب ناخد مداخلة أخرى الأخ جيرجس من أمريكا كل سنة وحضرتك طيب دلوقتي يعني هو ما فيش غير القرآن اللي ما تحرفش إذا كان بيقوله موسى أول ما نزل تحرف هو أنهي إله إله المسخرة اللي يحفظ كتاب ومحفظش البقين وبعد كده يعني مثلا حاس زي حاس السبي بابل اللي تنبع عليها أرمية جبال لفدقية حتروح وياخدوه وحصلت والتاريخ سجلها نقدر نقول سفر أرمية متحرف علشان القرآن ما جلش الكلام ده بعد كده بطرس مثلا شاهدته عن الجامعة بيقول ونحن شهود لذلك نحن كلمة بالجامعة كلمة على الأدل الحداشر تلميذ اللي كانوا معصرين شهده يبقى نفيك شهادة عشرة بيقول ونحن شهود لذلك وناخد كلام محمد اللي منهوش أصل ولا شاهد ما شافش حاجة يعني وانا بتحاور مع واحد في الفيسبوك يقول لي آه ما كانش القرآن أيام المسيح وأيام صلب إنما ده كلام الله يقول له إلهك غير إلهنا إلهك ده إله قاتل مش هو إله مش هو الله اللي ممكن نسك في كلام وكل سلام كل سلام حضرتك طيب شكرا لك أخونا جيرجز طيب ناخد الفيديو رقم ثمانية ونعلق على الفيديو ده خلي بالك هنا المسيح بيقول يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا هل ده معناه إن المسيح كان ماسك ما بين إيديه سفر إشعية اللي موجود ما بين إيديه النصارة دلوقتي أحنا ما نعرفش يمكن الله عز وجل علمه مدام أنت ما بتعرفش بتتكلم ليه بتفتي ليه يعني لو أنت ما عندكش معلومة بتفتي ليه وبعدين خلونا نكمل بيت المسرحية تفضل إيديه سفر إشعية اللي موجود ما بين إيديه النصارة دلوقتي أحنا ما نعرفش يمكن الله عز وجل علمه إيه اللي قاله إشعية وتصادف إن اللي قاله إشعية حسب المسيح موجود في السفر اللي منسوب الإشعية إحنا ما نقدرش نعرف لأن في مثلا نص موجود في إنجيل لوقة إن دفع للمسيح سفر إشعية فأرى منه مقطع معين طب هو أنهي سفر إشعية اللي أرى المسيح هل الواقع دي حقيقية أصلا ولا لأ الموضوع مليان مشاكل كثيرة جدا جدا لأن المصادر التاريخية اللي احنا بنرجع لها علشان نعرف ملامح الموضوع أصلا ملهاش مصدقية وموثوقية مليان مشاكل بنسبالك لأنك إنت ما بتقراش ما بتعرفش ومش عايز حتى تقرى وتفهم ما إنت لو رجعت حتى المخطوطات كمران هتكتشف أنه مخطوطات كمران اللي هي قبل المسيح بمتين سنة كانت تحتوي على سفر أشعياء كامل الستة وستين سفر ولما كان الرب يسوع في المجمع ودفع إليه سفر أشعياء أرى من سفر أشعياء وأرى من سفر أشعياء أصحاح واحد وستين واللي أرى الرب يسوع نفس الكلمات اللي مكتوبة في أشعياء واحد وستين شوف هنا في أشعياء واحد وستين الكلمات التي التي نطق بها الرب يسوع وهو بيقرأ سفر أشعياء وده كانت العادة عند اليهود أنه لما يجتمعوا في المجمع كل يوم سبت يقروا جزء من المكتوب المكتوب فهنا يقول روح السيد الرب علي لأنه الرب أرسلني أو مساحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسر القلب لأنادي للمسبيين بالعطق والمأسورين بالإطلاق لأنادي بسنة مقبولة للرب وطول رب يسوع السفر وسلمه وقال اليوم قد تب هذا المكتوب في مسامعكم يعني رب يسوع أرى من السفر اللي كان موجود في المجمع نفس السفر دو هو اللي كان موجود منه نسخة قبل المسيح بمئتين سنة في قمران نفس السفر دو هو اللي بين إيدينا النهاردة لكن أنت أعمل تريد أن تبصر وبتطعن بدون أي دليل وبدون أي منطق إحنا ما نعرفش إذا كان المسيح كان عنده سفر أشعياء موجود ولا وموجود هو أرأة في سفر أشعياء لكن ما عندناش أي دليل وبرهان على أن السفر اللي أرى منه المسيح هو نفس السفر اللي كان موجود أنت فاهم أنت بتقول إيه إلى أن تزول السماوات والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من المكتوب نحن لا نعترب بالقرآن ولا في يوم من الأيام هنعترب بالقرآن لأن الرب يسوع قال أن الذي يأتي بعدي هم كذبة ولصوص فنحن لا نقبل ما جاء بعد المسيح وكل ما جاء بعد المسيح وادعى النبوة ما هو إلا نبي كاذب ولا يمكن أن نقبل شاهد لم يرى شيئا ولا يمكن أبدا أن نقبل كتاب كتب بستمائة سنة بعد المسيح وبالفين سنة بعد موسى أنه يقول لنا أنه اللي كتب موسى كان غلط وأنه اللي عمل المسيح كان غلط مع أنه اللي قاله موسى مشهود له واللي قاله المسيح مشهود له نحن نؤمن بكلمة الله وإلى أن تزول سماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من المكتوب إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح اشتركوا في القناة